موسيقى أهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة ومن يجدها يا ربو دايما في أحسن حال وأحسن صحة دايما بنكون موجودين معاكم كل تلات وكل خميس الساعة ستة على الهواء مباشرة والمدة ساعة بنتكلم في موضوعات كتير قوي ودايما بنكون حابين الرسائل والأسئلة اللي دايما بتبعتوها وإن انتوا لو حابين تكونوا معنا في فقرة من فقراتنا ده بيسعدنا وبيشرفنا ودايما صفحتنا بتتكتب على الشاشة صفحة برنامج مانيا جدها خلوني في البداية وقبل ما نعرف حلقتنا النهاردة بتتكلم عن إيه أرحب ميرفت أهلا بيك يا ميرفت دايما نحب نتكلم فيها معاكم عن أسرار العمود الفقري حقيقة لما نتكلم عن الألم لو واحد جرب ألام الأسنان يقولك لا 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 ده كله كوم وألم الأسنان كوم واحد تاني يقولك إلا ألام المرارة فكل واحد بيجرب حاجة بيبقى حاسس بيه اللي قدامه لما حد يقوله أنا أسناني وجعاني أو ظهري وجعاني بيبقى حاسس بيه لإني هو جرب الألم ده فالنهاردة هنتكلم عن أكتر الألام الشائعة الحقيقة ألام الظهر ألام العمود الفقري تعالوا نشوف إيه هي ألام العمود الفقري وإزاي الألم نفسه بيتكلم الحقيقة إزاي الألم يكون لي صوت وإزاي نعرف أن فيه ألام معينة في الظهر كل ده أي حد يكون تعبان لازم يروح للدكتور ولازم يعرف سبب الألم ده الحقيقة ميرفت يعني عنوان الحلقة هو اللي لفت نظري قوي يعني طرق تحدث الألم هو الألم بيتكلم وإحنا نقدر نسمع اللغة بتاعته طب هنسمعها إزاي يعني هل فيه إشارات معينة هل وجع معين بيقول إن فيه إشارة معينة إن فيه مشكلة في المنطقة الفلانية الحقيقة دايما في حلقاتنا المميزة دي ولما هتعرفه الضيف اللي معنا هتعرفه يعني إيه عنوان الحلقة وهتعرفه إن دايما كل مرة بيكون عنده حاجات معينة كده بيعرفها لنا بتسهل علينا أكتر فكرة الحلقة وبتعرفنا جسمنا بيتكلم إزاي خاصة العمود الفقري وطبعا اللي هيشرفنا النهاردة بالإجابة وفقرتنا النهاردة وحلقتنا الأكثر من رائعة الدكتور فادي فوزي أخصاء العلاج الطبيعي لتعديل وتقويم العمود الفقري يدوي وبدون جراحة مرحبا عليك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور في كل مرة بنكون مبسوطين مع حضرتك لأنك في كل مرة بتضيف لنا معلومة جديدة وسر من أسرار العمود الفقري النهاردة باقي هنتكلم عن الألم بيتحدث الألم لي صوت فخلينا نعرف يعني إيه يمكن قبل الحلقة حياتك بتقول لنا أن الألم لي صوت الألم بيتكلم فإزاي نعرف والحل يكون إيه بس الموضوع بالتفصيل أنا عايز أوضح حتة أن الألم بيتكلم هو مش بيتكلم بس هو بيعبر عن المشكلة أنا لما بيجي بتحصل معي مشكلة دايما ببعد عن المشكلة الألم بتاعها بمعنى إيه دي لما بتنمل هل المشكلة في إيدي؟ لا هي النتيجة بتاعتها إيدي بس لما نيجي نقرب هنلاقيها إيه؟ العمود الفقري تمام؟ لما ييجي مثلا رجلي بتحصل فيها تنميلة أو ألم في الرجبة أو ألم في الفغد نفسه هل المشكلة في المكان ده؟ ولا المشكلة رايحة للعمود الفقري الفكرة بقى أن إحنا إزاي نفهم لغة الكلام بتاعة العمود الفقري هو بيكلمنا باستمرار أنا وقاعد بذاكر مثلا أو بكتب كده على الموبايل أو مثلا بستخدمه أو بستخدم أنا وشغال باجي كده الواحدي غصبا عني مش بقراطي بلاقي نفس ضهري بيتفرد وبفرد ضهري وبفرد رقابتي وبشد جنابي ده ليه؟ هل طبيعي أن نلاقي إراديا الحال الوحيد اللي يريحني كده؟ ولا هو بيفكرني أنك أنت قاعدت كده كتير فبدأت الدنيا هنا تدعبني فلا قاعد لنفسك علشان تفوق خلي بالك التقويصة دي غلط وبيسبب مشاكل بالزبط قوم بقى كفاية أنت كفاية تعب هل لما أنا بقى قاعد حطت رجل على الرجل؟ تمام؟ واجي غصبا عني أو مش بقراطي أنا قاعد فحسيت أن أنا مش مرتاح فبلف في الناحية التانية روح حط الرجل إلى الناحية التانية أو أقعد فرد ضهري أو حط حاجة تحت رجلي هل ده سببه أن أنا حسيت بتاعف عملت كده؟ طب مين اللي اداني الإشارة أن الحاجة دي اللي هتريحني؟ تمام؟ هل اللي إحنا اللي عاوزين كده أو إحنا فاهمين كده؟ ولا هو اللي بيساعدنا؟ لا هو بيساعدني؟ بالضبط هو لو إحنا عندنا صداع بنيجي نمسك راسنا كده هل لما إحنا بنعمل كده ونقرب المسافة اللي بين الرقبة وما بين الفقرات العنقية وما يلرقبتي كده؟ هل هو اللي بيخليني أحمل كده ولا أنا اللي بعملها بقراطي؟ لا هو اللي بيخليني أعمل كده ليه بقى؟ لما بتبقى في مشكلة في عضلات الرقبة مثلا تمام؟ فبضطر أن أنا أقرب المسافة بين عضلات الرقبة عشان ما تضغطش على الأوردة أو على الفقرات ما هيطول ما أنا مجدودة كده فأنا دي العضلة مجدودة فأفلى على الرقبة نفسها على الفقرات نفسها يعني هي دي اللغة يا دكتور اللي حرارة بتتكلم عنها النهاردة فكرة أن أنا شعرت بالقلم تلقائي عملت حركة معينة هدى شوية من فكرة القلم الشديد اللي أنا حاسس بيه طب دي حاجات يا دكتور بتتكلم عن نفسها زي الصداع لما ربط راسي أو زي مثلا دهري لما فردته مرة واحدة عشان حس أن أنا القلم قل شوية أو تحسن شوية لكن في حاجات يا دكتور بتكون صعبة أن أنا أحاول أفهم هي المصدر بتاعها جاي منين في أنواع ألم معينة بتخليني مش قادر أفسر هي جاية منين إيه أنواع الألم دي يا دكتور وإزاي قادر أفهمها دي حاجات كتير تسمحوا لي أقوم أشرح لكم الموضوع بتفصيل طيب لما نيجي نتكلم لكل فقرة إحنا قلنا في الحلقات السابقة بتاعتنا أن إحنا كل فقرة بتأثر على مشكلة معينة في الجسم سيد الفقرة الأولى لما تعمل صداع وضوخة والزغلالة والكلام ده كل كل فقرة من فقرات الجسم ليها مشكلة تعالي بقى نتكلم في واحد واقف طول اليوم تمام على رجل واحدة هو بيعمل حاجة في المطبخ أو ست بيت بتعمل حاجة في الوظيفة تمام الحاجة دي بتبدأ تأثر معايا أن هي هي وقفة كده تمام مش بقرادتها هي بترجع بظهرها الورى بتقرب المسافة لما بين الفقرات وبتحط إيديها على المكان اللي فيه الوجع اللي هو مفصل للحوط تمام لو لاحظته أن هي مش بتحط إيديها على ظهرها مش بتحط إيد على الظهر في النص لا هي بتحط على جنب اللي هي وقفة عليه تمام صحيح بالضبط وده حكم لا إيرادي ليه هو بيشور لها على مكان المشكلة مشكلتك هنا تمام تمام بالضبط لما ييجي حد مثلا عنده مشاكل في المعدة هنا تمام أو بيقعد مقوص كتير أو بدأت تحصل له كركابة في المعدة أو ارتجاع مريه أو 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 المشاكل اللي بتحصل في الجزء ده ألم تمام أنا أول حاجة بعملها هي أنا بدوس على المكان واطلع لقدام عشان أخفف الألم تمام بس هو بيجي بعد شوية روح يحسسك بألم في ظهرك كتير مننا من الحالات اللي بتجيلي تشتكي تقول لي يا دكتور لما بتبقى عندي مشكلة في المعدة تسمع في الظهر أحس ظهري وجعني في النص كده في السلسلة في الحتة دي أنا مش حاسس بيها من كتر الألم تمام أو تنميل في المنطقة دي ده دليل على أن العمود الفقري بيتكلم دكتور الست الحامل بقى اللي طول ما هي ماشية حطة دي افتكرنا الأيام الحلوة وحطين يدينا على ظهرنا ده برضو نفس الكلام اللي حياتك بتقوله طبعا ليه بقى لأن كل وجع جاي أصلا من العمود الفقري مع الست الحامل لا إحنا نوضح حتة أجل هي ليه لما بتجي تمسك بتمسك يا نص الظهر هنا تمام يا إلا الجنب من تحت سهيب في سببين أول سبب إحنا طبق الطفل بيبقى موجود في منطقة الحوض فبتضطر خلقة ربنا يعني بيتضطر إن الحوض بينزل لتحت بيميل لتحت لو إحنا بنشوف في المنظر ده كده بيميل لتحت عشان ما ينزلش البيبي أو يحصل فيه سخوض تمام فأولا المفصل الده تحرك من مكانه طيب الجنين هنا في المعدة فبيضطر إن الشخص ببطنه بتطلع لقدام تمام فبيبدأ يضغط على العضلات اللي هنا وبيعمل تقوص في العمود الفقري في القطنية طب هبقى أنا ماشي عامل كده أكيد لا فأنا هنزل بجسمي كده شوية تمام طب أنا هبقى ماشي عامل رائمتي كده لأ طب هرجحها كده فبقي جسمي عامل زي حرف الاس بس تقوص ودي أكبر مشكلة بتوجهنا إن المفروض إن الشخص بعد كده ربنا خلق إن بعد كده الولادة طبيعي يعني إيه الولادة طبيعية أنا دلوقتي الحوض نزل كده فأفل على الجنين عشان ما يقعش تمام أو ما ينزلش فالمفروض إن الولادة طبيعي خلقة ربنا إن عند الولادة طبيعي الحوض يرجع تاني تمام مع وجود الولادة القيصري شوية بعض الحاجات بدأت تحصل بدأت المشكلة تكبر الحاجات اللي هي بتريحنا إحنا أي حاجة بتريح في وقتها بتتعب بعدها صحيح ده مبدأ عندنا في العمود الفقر يعني القلم اللي بيجي ساعة الولادة ده بيكون فكرة كمان إن ممكن الحوض بيرجع الوضع الطبيعي ويبتدي يتفتح استعداداً لنزول الطفل لكن الكيصرية طبعاً ما بيبقاش فيه وجع وبنولد قبل ما عد الولادة فطبعاً ما فيش استعدال للحوض المفروض إن هي بيحصل فيها استشفاء فهي ترجع تلم تاني فالعمود الفقر يرجع لورا طبعاً عشان كده زمان كانت السيدات لما بعد الولادة كانوا بيناموه على ظهرها على خشب أو على الأرض ليه؟ علشان بعد ما هي بعد الولادة ظهرها يبدأ يفرد تاني تمام؟ ودي أكبر مشكلة بدأت توجهنا بدأنا ننقل حاجة اللي تريحنا صحيح وتتعبنا بعدين صحيح مسكة الموبايل هي بتريحنا في شغلنا في حياتنا بس بدأت تتعبنا بعدين بسياً بتريح بالظبط بس ريح هي بتريح كل حاجة بس هي المشكلة هي بتتعب قدام بالظبط وبتنفعنا احنا فدي مشكلة إن إحنا بدأنا ننقل حاجة اللي تريحنا وبدأنا نبعد على الحاجة اللي هي بتتعبنا فاللي بيريحنا ده مشكلة طب يا دكتور معلش في مثلاً واحدة تبقى لسه في بداية الحمل في الشهر التاني والتالت والرابع وتلاقيها مسكة دهراء يقولها هو أنت لسه بطنك كبرتها ولسه البابي كبر في بطنك ليه دايماً الألم بيبتدي مع الحمل ما بيبتديش مع كبر البطن المشكلة بقى بالظبط هي بتستعي فرحانة بالحمل بالظبط هي من أول مسيحة أيوة وما تعرف إنها حمل تمسك دهرها بالظبط أول مسيحة تبدأ تحس إنها خلاص في حمل تبدأ ترجع لورا وتفضل تمسك دهرها طب أنت ترجع لورا لسه ما فيه أنا حمل نفسي عايز أتعرف في الناس أنا حمل نفسي مالوش دليل طبي يعني يا دوبر لا لا هي بداية الحمل نفسه لا بس ممكن تبقى في بعض الأدلة حاجات بسيطة بس مش كل الناس إن لما الراحم بيكبر بيبدأ يضغط على الأعصاب الأمامية في العمود الفقري تمام؟ فده مش معنى كده وإن العضلات دي لسه مشدتش عشان توسع لها مساحة فهو الراحم بيكبر جوه تمام؟ فهو بيضغط على الأمامية الفقري ده حاجات بس ما بتبقاش مزمنة بتبقى بسيطة خالص تمام؟ طيب دايما لما حد يقول أو دكتور يقول أنت محتاجة عليك طبيعي بيخيل لي إن مجموعة كبيرة من الجلسات هيقول لي خمس جلسات، ستة، عشرة، تناشر، فده المتعرف عليه لكن النهاردة حضرتك بتفاجئنا بحاجة علاج طبيعي جلسة واحدة إزاي يكون في علاج بجلسة واحدة؟ حلو، النقطة دي إحنا قعدنا فيها تقريبا قبل الحلقة علشان أشرحها في حدود من ساعة ونص لساعتين تمام؟ طبعا نعمل ده لش الوقت الكافي إن أنا أعمل كل ده بس إحنا ممكن نشرح الموضوع بشوية استفادة تمام؟ أنا قلت قبل كده إن العمود الفقري سيدة جميلة قليلة الكلام مظبوط؟ طب إنت لو عندك مشكلة ما بين اتنين أولا بتعملي إيه؟ بتسمع ما بين الطرف ده وتسمع ما بين الطرف ده تمام؟ صح؟ صح طب لما بتسمع من الطرفين بتبدأ تختاري حل المشكلة يرضي الطرفين وبتبدأ تفاهم الطرفين بيه مظبوط؟ صحيح طيب أنا دلوقتي واحد جاي اللي بنزله غضروفي في فقرات الرقابة حلو عندي مشكلة في العضلات وعندي مشكلة في الأنسجة اللي حولينا العضلات عندي مشكلة في الفقرة اللي متحركة في اتجاه من الثمن اتجاهات في زاوية من الأربع زاوية في درجة من الثلاث درجات وعندي مشكلة في الأوطار اللي حوليها وعندي مشكلة في تغذية العصب طب أنا عايز أحل حل لكل ده أولاً الجلسة دي بتبقى عبارة عن إيه من ساعة لأربع ساعة وما فيش حد بيقعد ساعة يعني هو يعني من ساعتين لأربع ساعة أربع ساعة جلسة واحدة يا دكتور بالضبط بس الجلسة بتبقى عبارة عن إن كل حاجة فيها إيه الجلسة أول حاجة زي ما أنا كنت لسه بشرح قبل الحلقة إن هي عبارة عن حيطة تمام لما نيجي نكسر نكسر أول طبقة في الحيطة بعد كده الأسمنت اللي هو بعد الطبقة بعد كده الطوب بعد كده نبدأ نشيل الحيطة خالص مظبوط هي دي نفس الفكرة أنا بريح الأخشية اللي ما بين الجلد والعضلات تمام وبعد كده ببدأ أحسن المعدل بتاع الحركة بتاع العضلة نفسها وفك العضلة وابدأ أريح أوطار العمود الفقري وبعد كده ببدأ أعدل الفقرة الموضوع خلص تعدلها يدوي بالضبط ممكن الموضوع مش مفهوم شوي بس خلينا نقول إجزامبل من الحاجات اللي بتحصل معي في البيشن تمام مشكلة من فقرات الرقبة أنا عمل لها تراك مخصوص للمزيكة بتاعتي أنا مبدئيا الجلسة دي بتبقى دي كلها مزيكة وأنا شغال وأنا بسمع المزيكة وبشتغل عليها بعمل غير المزيكة الواحد هيموت أربع ساعات يا دكتور المزيكة حضرتك يا دكتور ولا للمريد نفسه لا ولا العمود الفقري عشان أنا ما بقتش كده أعرف هي الطريقة الوحيدة أنت لما بتيجي هقولها لك بس بسيطة يعني أنا لو بجي أرقص سلوم مش لازم أسمع مزيكة عشان أتعامل مع الشخص القدامي هي نفس الفكرة الموضوع بسيط أنا من بعض المساعدين اللي معي قالوا لي أنت بترقص سلوم مع العمود الفقري وهو ده المسمى اللي أنا بعمل يعني المزيكة دي يا دكتور بتساعدك أنت في يعني العملية اللي احنا بنعملها لو احنا بنتكلم عليها عملية أدوية يعني أو علاج يدوي ده جزء من العلاج مش عشان نسلي بيها المريد لا 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 تخيل لو بيحم الشعبي هتعمل ايه لا مش عامل في العلاج ده صرح لا لو المزيكة مش على مزاجه طيب بس أكيد في نوع ميوزيك بقى معين حضرتك بتختاره باختار كمانجة كمانجة الفكرة كلها في ايه إن المزيكة نفسها بتديني مرونة لنشتغل تمام يعني لو أنا جيت مثلا أشرح مشكلة في الرقبة في تراك مخصوص لها دي لسه كنا بنتكلم أن احنا هنعمل حلقة لسيشن زي كده التراك ده فكرته أن أنا ببدأ أمسك فقرات الرقبة وقعد الفقرة وابعدها وألفها تاني روح قعد الفقرة وبعد كده أنا وابلف روح أرجحها لللفة بتاعتها عشان لو في فقرة عدلتها في اتجاه قبل اتجاه أنا كل اتجاه لترتيبه لو أنا عدلت اتجاه قبل اتجاه دي تحصل فيه مشكلة فلازم نبقى عشان كده نحطت مزيكة مع اتراك نفسه العمود الفقر طب مع كل ده يا دكتور ما عليش أنا خليني أتكلم بلسان حال المشاهدين يعني كل الحركات اللي حياتك بتقولها دي ما بتسببش ألم يعني المريض نفسه بيحس بألم في الوقت ده ولا لا لا ده أجمل ما في الموضوع بس الألم للمكان الوحيد في الوقت اللي انت بتفك فيه العضلات بتاعتها آه تمام يعني انت الوقت مثلا فيه مشكلة في عضلة معينة بسبب سي استخدام الحقن أو عضلة في الظهر بسهدت بسبب ان انا حصل فيها زبازم مع كمية المسكنات اللي خدتها المسكنات طبعا بتأثر معايا في العضلات أنا شرحت قبل كده ان المسكنات بتبدأ تلزق الجلد في طبقة العضلات صحيح ما تبقاش فيه مرونة في العضلات الحقن صح المسكنات المسكنات كمان آه المسكنات حياتك قبل كده قلت الحقن ممكن بتعمل التهف الأعصاب مثلا المسكن مشكلته ان هو كأنه بيقول للعمود الفقري اخرص بمعنى انا دلوقتي العمود الفقري بيبين لي ان انا عندي مشكلة في الرقبة فهو اتحرك مسك معايا الرقبة حلو طيب انا خدت مسكن انا مش عايزه يتكلم مش عايزه يوصل للإشارة بتاعتي ايه ايه فمافيش قلم صحيح بس انا ما بدأت اباشر شغلي تاني وبدأت اضغط عليه بزيادة هو بيوصل لمرحلة بيقولك لا انت ما سمعتنيش مرة واثنين وثلاثة زي بالضبط حياتنا الطبيعية لو انا في البيت انت ما سمعتنيش مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تلاقي فيه مشكلة تعب فعلا يبتدي يزيد ويتفاكم ويخش مثلا من مكان ممكن يكون كان يواخد على النطاق صغير يوصل لنطاق أكبر ويبقى المشكلة أكبر بكتير لكن يا دكتور فكرة معلش يعني انت بتعرف ان العمود الفقري بيشتكي يعني انت بتكشف ازاي على المريض تعرف ان هو عنده مشكلة في العمود الفقري بتتعامل معاه ازاي دي حتة بعض البيشت انت عندي بيستغرب عليها بمعنى انا دلوقتي شخص عندي مشكلة في العمود الفقري حلو مرشي هستعزنك شوكت بيستعزنه طبعا انا صديق الكفاح صديقي ايو ايو لو جاي مبسوط النهاردة كنا منتكلم نقول جاي بيتحك ومبتسم قوي النهاردة قاعد طول اليوم احنا عايزين نلبسه ببيونة يا دكتور مرة الجاي حاطر من هنايا لاتنين طيب شخص دخلي كده العيادة تمام انا حكي في ثلاث انواع ماشيات اول ماشية انا ماشي اهو اه في زكة انا محملتش على مفصل الحوض تمام الحوض بالربع والخمسة ايو بمعنى انا ماشي كده اهو بمدي رجلي دي عادي دي رخية الرجبة متنية سنة اه تمام وانا مجيت حملت اه مش قادر اقف عليها كده انا عندي مشكلة في مفصل الحوض والفقرة الرابعة والخمسة تمام يعني من المشي حضرتك بتكرر وبتعرف الحالة ايه من ماشيته بالزبط طب ايه تين طيب لو انا عندي مشكلة في الرجبة اه تمام انا مش همشي كده انا همشي اه مش هعرف اتنيها مفيش تانية في الرجبة اه تفرق هي اللي اتنين فيهم سنة الزكة البسيطة بس الرجبة نفسها مش هتحرك طب بس معلش يا دكتور خليها نقف عند النقطة دي تمهمك تكون في مشكلة اصلا في الرجبة بعيدا عن العمود الفقر هل في فرق في الخطوة نفسها او المشي نفسها لو في مشكلة في الرجبة لوحدها منفاصلة تماما عن العمود الفقر انا مش هتني رجبتي اه عشان انا مش مستحمل اي حركة فيها توجعني اه فانا ببقى ماشي تمام مش باتن الرجبة اه لأ انا بحركها وهي مفروضة تمام الشخص بقى اللي يجي لك وهو كنه عامل كده اه تمام راجع بصدره شوية الورا اه تمام وماشي نفس الخطوة عادي بس ما بينزلش بالكعب على الارض اه يعني بترطيف صابعه بترطيف صابعه اه وده مشكلتها الفقر الرابعة والخمسة وبتلبس كعبه كتير اه دي طبعا سيدة يعني بالضبط وده بتبقى اكتر عند السيدات ليه كتر لبس كعب بيبدأ يلف في مفصل الحوض مع زيادة الانحناب في فخرات القطانية مع أسر في العضلات فما تقدرش ترفع العضلات السمانة ما بتبقاش بطولها الكافي فتبدأ تقف على اطراف صابعها تعرف خلال نتعب قد دي ولو لبس كعب او حاجة فلات بتتعب بتتعب صح بتتعب في ظهرها عشان هي الجسم نفسه تعود على المشكلة الغلط فلما عملت الحاجة الصح بدأت تحصر فيه المشكلة صحيح طيب نرجع لتاني لو واحد أنا داخل هو داخل عامل كده هو يعني معنى كده أنه هو قافل الجزء بتاع العضلات بتاعت الرقبة وده سبب أن المشكلة موجودة فوق ده داخل العمود الفقري بيقول لي أنا عندي مشكلة فوق فهو بيخش كده وموطي ورفع راسه كده فأول كلمة بقول له إيه أخبار الصداع عامل إيه فهو بيستغرب انتهى يا دكتور أنا لسه داخل أكشف قبل ما أعود على الكرسي انت بتقول لي عارف يا دكتور عامل زي الناس اللي بتقرأ الأفكار حضرتك عامل كده يعني ماشي في الشارع مثلا بتشوف أي شخص ماشي أو أي حد داخل على حضرتك العيادة أو كده ليه ماشي معينة أو حركة معينة تبقى عارف ده بيعاني من إيه أو المشكلة عنده في الفقرة الكام أو كده صح؟ بالضبط خلي بالك وإحنا خارجين من الحلقة مش همشي هنمشي بقى تعميم أول حد ما الدكتور يخرج هيا دي المشكلة نيجي بقى بعد كده لو واحد عنده مشكلة في كدفه أو عنده تنميله دايما الشخص ده بيمشي بس ما بيحركش دراعه اللي واجعه صح يعني هو ماشي بل واحد ثابت والتاني بالضبط واحد ثابت والتاني ما بيتحركش التاني بيتحرك ده بيبدأ يأثر معايا أول كلمة بقوله إيه أخبار التنميل كده هو عارف أنه إحنا العمود الفقري كالأمني أو دي لغة الحوار ما بيني وما بين العمود الفقري تمام أفهم بيها المشكلة طب لو واحد جاي وعنده مشكلة في فقرات الصدرية فآخر فقرات الصدرية الجزء اللي من تحت تمام الشخص ده بيبقى هو فعليا عامل كده الحاجة الوحيدة اللي مضمومة في جسمه هي المنطقة اللي عند المعدة مضمومة تحسيها قفلة كده عشان ترجع الورى وهو بيبقى ماشي يا إلا يرفع حوضه لقدام يا إلا مرجع الحوض لورى يعني خطوته دايما تبقى على طراطيف صابعه أو على كعب رجله في كلا الحالتين هو بيبقى ماشي عنده سنة البروز اللي في الظهر من ورا تمام طبعا الصيف بيسهل عمعنا كتير عشان البلطغات واللبس والحاجات دي كلها عشان اللبس أنا بتقيت أقلق لا 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 بس دي أول نقطة اللي احنا بنكشف بيها طب أهل إحنا مشكلة الانظراء خضروفي الحل بتاعها بيبقى جزري ولا بيرجع تاني دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ودي المشكلة الاكتر جدلا في الموضوع وهل نسبة الموضوع فيه خطورة؟ ولا لا ده بالنسبة للعلاج بالزبط طب ايه رأي حضرتك نعرفها بعد ما نطلع لفاصل ونرجع فيه ما فيش مشكلة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنستكمل حوارنا الاكتر من رائع مع دكتور فادي فوزي لكن بعد الفاصل ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل والحقيقة حلقتنا النهاردة اكثر من رائعة يعني بنعرف فيها طرق تحدث او طرق تحدث القلم يعني ازاي نقدر نعرف ان العمود الفقري بيتكلم بيشتكي بيقول انا تعبان انا عندي المشكلة الفلانية وده عرفنا في فقرتنا الاولى وعرفنا ازاي العمود الفقري بيتكلم الحقيقة دلوقتي نعرف ازاي نعالجه مش فكرة ان هو فيه قلم فاخد مسكن وخلاص على كده ومرة في التانية المشكلة بتجبر لكن ازاي اقدر اعالج العمود الفقري وفكرة ان انا نعالجه بعيدا عن عملية بعيدا عن جراحة ده الجديد وده اللي بنعرفه النهاردة ازاي نقدر نعالج الام العمود الفقري بدون جراحة وبطريقة يدوية وطبعا اللي بيشرفنا النهاردة بالاجابة على كل اسئلتنا دكتور فادي فوزي اخصائي العلاج الطبيعي لتعديل وتقويم العمود الفقري يدوي وبدون جراحة براحة بحركة دكتور اهلا بسلام بيك اهلا بيك يا دكتور مرة تانية وخلينا يمكن قبل الفاصل حياتك كنت بتتكلم عن العلاج لكن هنا العلاج بالجلسة اذا كانت واحدة او عدة جلسات خلينا نعرف هل لما بيكون فيه علاج بجلسة او باكتر هل ممكن يرجع تاني طيب النقطة دي حلوة جدا وانا كنت عايز اقولها من بدري من ناحية الانسان ربنا خلقه سليم ولا فيه مشكلة سليم حلو عمل عدد غلط حصلت مشكلة احنا صلحنا المشكلة وهو عمل نفس العدد الغلط هيرجع ولا لا هيرجع طبعا هي دي النقطة اللي انا بتكلم فيها ان لازم البناء ادم يحافظ على نفسه حتى لو هو يا ان كان سليم او ان كان لأ مفيش سليم او المشكلة حصلت وتحلت ده لازم نرجع نحافظ على نفسنا نبطل العدد الغلط اللي بتأثر علينا انا فاكرة حديثك مرة قلت واحدة بعد معالكتها وبقت كويسة قوي بصيت لقيتها شايلة حاجة بين على راسها اه كانت دي كانت في منطقة في الصعيد كانت شايلة اللي هي العجين في قرصها وطلع بيه طيب عايزة ايه تاني لا احنا اللي احنا عاوزين ايه تاني غلط طبيعي يبوز ما بالحضرتك اللي متعالج بقى اكيد طبعا لازم يبوز او يرجع في مكان تاني مش شرط نفس المكان اللي هتعالج يبقى في مكان تاني بالضبط هم ممكن يبقى يقدي لمشكلة اكبر ايه سعيد فاهماني فاحنا مش عاوزين نبدأ نحط النقطة دي احنا دايما بنحب ان نبدأ ندي بعض التعليمات ان بعد الجلسة لأ تنام بالطريقة كذا ساعة كل يوم تعمل تمرين كذا ثلاث مرات في اليوم تحاول على قدر الامكان ما تقعدش كده ولو لقيت نفسك انك انت مجبر انك انت تقعد بالطريقة دي يبقى لأ نلبس حاجة بحيث ان هي تشدنا تمام انه ظهري لازم يبقى مفروض طبيعي انا عدلت العمود الفخر يبقى مفروض قعدت نفس القاعدة بتاعتين كده تاني طبيعي هترجع انا مش ملزوء او في شريحة او مصامير او متدبس بحاجة او معمول ثابت لازم يبقى الشخص مرن يعني بعد الجلسة فيه ارشادات حضرتك بتقولها للمريضة علشان الحالة ما تتفقمش اكتر من الاول او ترجع ولازم ابقى بمتابع معا كل فترة وهو بيبقى لو فيه اي استفسارات بيتصل بيا وانا ببقى بباشر معا خلينا دكتور نخش على نقطة تانية يعني كثير قوي لما حد بيكون داخل على عملية مثلا معينة في العمود الفكر الدكتور يقول خد بالك فيه نسبة خطورة كذا في المية هل يا دكتور العلاج اللي حضرتك بتقول لنا عليه النهاردة اللي هو العلاج اليدوي او العلاج الطبيعي ده بيكون برضو فيه نسبة خطورة ولا امن تماما بس خلينا نتكلم من ناحية ان حتى العلاج الطبيعي الترادشنال البسيط خالص فيه نسبة خطورة الالكتروت زاد كهرباء قلت كهرباء عالية الكلام ده كله هي نفس الفكرة لو عندنا احنا اي حاجة بتبقى فيها خطأ تمام ممكن بتقدم معنا كتير مننا بنبقى ماشيين في الشارع نلاقي الناس ماشية تاك تاك اه تاك تاك اي انت فرحان بايه انت بتبوز الدنيا انا ببقى ماشي في الشارع بقول له اسكت ويطعتق ظاهره والناس طبعا والقاعد تريك ايه ده دي مش صحية ده نص شمية نص شعب بيعملها اكيد مش عرارها بعض الحالة هي بتعملها هيبيعن من الماشية لا ما انا مش هامشي انا قاعدة نارضف للسودة ايه فدي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها كل طاقة من دولة فيه ان الفقرة نفسها بتتحرك في اي في اتجاه من اتجاهات بتاعتها تمام تمام في درجة من الدرجة بتاعتها فتبدأ تأثر معايا ان هي بتضغط على المظروف تمام فيه كانت حالة جات لي تمام بس دي من فترة كان بطل في الخيل تمام من قوة انتصاره وحيويته ان هو كسب في الخيل نفسه فنزل من الحصان هو قاعد فرد ظهره بس كان عنده سن التقوص في فقرات الصدرية ففرد ظهره من فين من القطنية ورقبته معمولة كده لما نزل كان لقي عضلات ظهره ورقبته افشا هو دي اللي كان بيكلم فيه بيشرحه فمجرد منزل من الخيل تمام ورح تقطع ظهره بقى ايه دي كل حماس وحيوية كسر الفقرة الاولى ياه كسرها دي فضلنا نبقى ماشيين الحمد لله نشكر ربنا هي ما تمتش فيها اي مشكلة في الجراحة نفسها قصدي في النخاع الشوكي بس هو فضل مفارطرة كبيرة اوي سابت سبب الكسر يا دكتور هو علشان كانت في وضع معين وهو عمل حركة عنيفة ولا لو كان عمل نفس الحركة دي وهو ما كانش مساب بالدماغ ووقت طويل مثلا على الحصان ما كانش حصل كده لا برضو علشان احنا بنطقطع ظهرنا ليه هو ده السبب اللي احنا عايزين نتكلم فيه تمام انا لما باجا طقطع ظهري بسبب ان العضلات الجنب اليمين او الجنب الشمال شده اكتر من التانية تمام فبضطر ان انا الف في ناحية الجنب اللي شده في العضلة دلوقت العضلة هنا مش متساوية معدي تمام فانا عايزة ريح العضلة دي عشان حاسسها فيها بقلم او مكلبشة تمام فبضطر ان انا ميل شايفين نفس المنظر انا بقرب الحوض من داحية الفقرات الصدرية وبلف هو ده اللي بيحصل انا قربت العضلات دي ريحتها بس الفقرات بقيت عامل ايه لفة صحيح مع مرور الوقت روح انا ايه اجي اقططق بقى ظهري بص انا ثبت اللي تحت اهو اللي تحت ثبت فلما اجي الف الف من فين من فقرات الصدرية بدأ يعمل لي انحناء في العمود الفقري طب يا دكتور في اوقات لما بتبقى العضلة شده ما بيحولش يتقطقها ناحية التعب يا حاجة بتقول لو انا مثلا جنب اليمين هو اللي شادت هاجي ناحية اليمين فهتتقطق لكن لو انا عايز اعمل استريتش عشان افك شوية كالبشرة بتاعت العضلة دي فاجي مثلا شمال ده خطر برضو كان الحاجات دايما بتاع الزمان كانت دايما بتقال عليها احلى حاجة في الصح لما كنا بنبقى في المدرسة الزمان كان فيه تمارين صباحية كده كنا احنا بنحاول نزوغ منها كانت التمارين الصباحية ان احنا نميل نلمس اطراف صابعنا او نرفع ادينا تمام بس على فكرة احنا لما دخلنا في المجال الطبي لا لقينا ان هو كان من حاجات الصح والصح جدا ليه انا لما بميل لتحت عشان نلمس اطراف صابعي انا بعمل اطالة لعضلات الرجل كلها والظهر من ورا صحيح ولما برفع ايدي الفول انا بفتح الفقرات الصدرية وبفتح المسافة المبين الضلوع وبزود الهواء اللي داخل للرقة وبفتح كتافي علشان ابقى منصوب تمام ورقبتي تتعدل بس فيه ناس يا دكتور بتتخاف توطي بالذات اللي عندها مشكلة في العمود الفقري تلاقيها بتتخاف توطي لاحسن يحصل لها يقفش زي ما حياتك قلت من شوية لا ده بيوسع الفقرات عن بعض ولا ده ممكن يكون فيه خطورة لا هي بتخاف توطي مش علشان توسع او حسن ان هي هتقفر لا هي بتخاف توطي علشان هي خايفة تتقلم علشان القلم نفسه سبب ان فيه عضلة موجودة في فقرات القطنية من بين الرابعة والخمسة ضغطة على القطنية تمام وده اللي احنا سبب ان هي لازم تبقى الجلسة كبيرة ان انا لو ما فكتش العضلات دي مش هقدر اعدل العظم ده مش هقدر حسن المشاكل بتاعت الاحصاب دي ولا الغضروف يرجع لما كان صحيح طيب فيه سؤال كان بتروض مع بعض البشنت حبيت اطراحه في الحلقة هل الغضروف بيرجع يا دكتور حتى لو عدلنا الفقرة ولا هي مادة جلسينية طلعت وخلاص النقطة دي خلتني اقول له رد واحد انا دلوقتي فيه طوبتين جنب بعض تمام حوالين المادة الاسمنت اللي ما بين الطوبتين فيه كيس زي ستريتش تمام الطوبة دي راح اتميلت ناحية اليمين او ناحية الشمال وتفر في اي حد تمام ضغطت على جنب طلع من الجنب التاني الاسمنت طلع ضغط على العصاب او طلع من مكانه حلو انا لو عدلت الطوبة دي هل هترجع الاسمنت ولا لا الرد الطبيعي طالما فيه الاسمنت حواليه ستريتش فهو طبيعي يتلق احنا هقندينا 25 وطر حوالين العمود الفقري هو بيجبر الغضروف انه يرجع لمكانه حتى يا دكتور فيه نسبة نسمع كده بيقولك ده دمر او مات او نشف طب ده طالما خلاص هو نشف اللزوجة دي هترجع ازاي دكتور علشان احنا الغضروف عبارة عن دايرتين جوا بعض الدايرة الاولانية دي جواها سائل اللي من بره دي عبارة عن زي المادة الجلتينية او طبقات الاوطر تمام الطبقات دي لما هو بيحصل مع مرور الوقت ومع الشخص اللي بيطقطع ظهروا باستمرار بتيجي مرة الفقرتين زويتهم بيخبطوا في بعض فبيبدأ يطلع السائل ده من الغضروف اتقطع خلاص حتة من الغضروف وده اللي بنسمين فجار الغضروف السائل ده فيه احتماليتين احتمالية الاولى ان السائل ده ينزل في القناة العصبية ويبقى سائل كويس والدانية كويسة والموضوع خلاص المسافة بتاعت الغضروف قلت خلاص وفيه احتمالية ان السائل ده مش ينزل بس على القناة العصبية ده يقفلها خلاص وده وقتها لازم لابد من تدخل الجراحي يعني فيه حالات يا دكتور حراري بتقوله لا ما ينفعش ان احنا نعالج يدوي بدون جراحة فيه حالات بتستدعي فعلا ان احنا لازم نخش قد تعاملات ولازم نعمل جراحة بس اقلية اقلية او قلي القوي الشخص يعني نقدر نقول اهمل في نفسه قوي بمعنى انا واحد عندي غضروف وضهري وجعني تمام وانا رحت كشفت عند كذا حد وقال لي خد الادوية دي وريح نفسك اقوم انا عندي غضروف اروح اطقق ضهري تاني لا طبعا نعمل نفس الحاجات الغلط اللي جابت لغضروف نعمل نصيبة نفسها وبتكررها انت بتكمل عليها دي كارسة دكتور من اول حلقة حضرتك كنت معانا ولمسنا الحقيقة ووثقين ان حضرتك بتاعشك العمود الفقري وبالاخص شوكت الاخ شوكت يعني بتحبه جدا فلو تكلمنا النهاردة من وجهة نظر حضرتك ايه هو العمود الفقري ياه دي كلمة ده اشكح حياتي اشكح حياتي اشكح حياتي العمود الفقري بس خلاص يا لحب انت جاية تصف ايه اصترنا كده شوكت الموضوع كبر طيب العمود الفقري هو امرأة انا قلتها قبل كده جميلة قليلة الكلام قليلة الكلام هو مش كده بس هو شخص مرن جدا 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 معاك يظهرك وسندك في اي وقت بيستحمل معاك في وقت الشدة بس بيفضل يتكلم معاك وبيقولك كفاية خد بالك من كذا في ردود كتير بتحصل من المواقف دي زي ايه مثلا الاشارة بتاعة العمود الفقري لما واحد بيتحرق بابرة بتحرق بكابريتا او بتحرق بفنار او بيتشك بابرة مش بيسحب ايده غصبا عنه صح طيب رد الفعل ده عن طريق ايه العصب اللي بيبقى منغز من اليد رايح للعمود الفقري بيلحقنا في بعض المواقف بينجدنا وبنشيله تمام وهو بيشيل نيجي عليه بيستحمل وبنفضل يتكلم معاك وإحنا بنقوله اسكت بيبقى كتير وقت انه هو بيبقى عايز يتكلم وعايز يوصف المشكلة اللي عنده مش لازم يبقى الشخص سليم في المية في المية بس هو بيحس بأعراض ما ينفعش يستنى بيها زي المشكلة زي الصدع أنا ما ينفعش أستنى بصدع في الرقبة الوريد اللي ده رايح بيودي الدم للمخ 11% قليل مقفول أنا بقلل الدم اللي بيغز المخ دي كارثة ان انا لما بقلل الدم ده مش دواء السيولة هو اللي هيحل معاك ولا دواء ان انا زود الدم اللي رايح للمخ ده هيحل معاك انت القناة نفسها المجرى نفسه اللي هو في المنطقة دي مقفول صحيح تمام؟ دي أزمة كده هيبدأ يحصل مشاكل في المخ ومشاكل كبيرة تمام؟ سي مثلا الجلطة في يوم من الأيام تمام؟ كان فيه طالع بحث ان ازاي مشكلة من كعب الرجل تبدأ تأثر على جلطة في المخ انكلس برين يعني التواقف الكاحل مع مرور الوقت يسبب جلطة في المخ كان بعض الناس لا شايفين ان المشكلة دي كبيرة فيه كان ثلاث وجهات نظر للموضوع وجهة نظر عن طريق البيو ميكانيكس الهيكل او الحركة بتاعتها وكان فيه وجهة نظر عن طريق المصل توازن العضلات ما بينهم وكان فيه وجهة نظر ما بين الفشية نفسها الأنسجة اللي هي بتبقى لفة الجسم ودي تبقى عاملة زي الغشاء كده او الاستريتش او المناية في الموضوع ده التالت أسباب دول كانت بتأثر مع الناس طب هذا الكلام ده صح ولا غلط لو جينا نتكلم في البيو ميكانيكس الهيكل بتاع الجسم أنا شخص كعب رجلي بدأ يحصل فيه التواء فهضطر معلشة شوكت بهدلنيك معي أنا دلوقتي شخص عشان بحاول أجيبها ناحية التصوير أنا شخص دلوقتي حصل معي التواء يعني رجلي لفت لجوه مظبوط معمرور للوقت بدأت العضماية بتاعت الساق من برة نزلت لتحت اتنين ملي اتنين ملي شدت الوطر اللي واصل بالرقبة هنا فهنتطر ان احنا نلف في الرقبة علشان تقرب المسافة مع ان هي اتميل لفت الرقبة مع ان هي قربت معمرور الوقت الحوض نفسه هيبدأ يتني لبرة بدأت تشد الفقرة الرابعة والخمسة في الوطر اللي وراها شوفوا الترتيب ماشي ازاي يعني الحوض ده كده بدأ يلف لبرة تمام؟ والجوه القدام فالوطر فيه مفحق بين العضماية دي بتاعت مفصل الحوض وبين الفقر الرابعة والخمسة فيه وطر كده واصل ما بينهم زي كده زي السبعة ده رح شد فلفت بدأت تلف السلسلة بالترتيب وجزء التاني بفقرات الصدرية بدأ يلف بالعكس معمرور الوقت بدأت تلف دي كمان فضغطت على الوريد بتاع الدم اللي بيغزي الدم للمخ 11% معمرور الوقت الدم اللي طالع 11% بدأ يبقى فيه مشكلة مع الكروتد أرتري اللي هو الوريد اللي بيغزي الدم للمخ 89% بدأت العضلات دي تحصل فيها مشاكل بسبب ان الأخشية حصل فيها أسر فبدأ الدم مايروحش كويس للمخ ولا يرجع كويس فبدأت سبب الجلطة كل اللي تمن كعب الرجل في ناس يا دكتور ممكن تكون راحت عند كذا دكتور وكلهم يقولونهم انت ما عندكش مشكلة للإمساك طول الوقت بيعاني من مشاكل إمساك مزمن طول الوقت وياخد أدوية كتير ويحاول يأكل أكل معين وياخد ملاينات لكن إمساك مزمن هلو يا دكتور ممكن يكون العمود الفقري سبب أساسي للإمساك؟ طبعا بس ده ما يبقانش عليه يا حاج قلت مثلا اللي رجله بيعرج هيبقى ماشي كذا اللي عنده مش عارفة مشاكل في الحتة لأيه بتاعت الصدر لكن ده واحد عنده مساك بقى هيبان عليه إزاي دكتور؟ مين قال لك؟ هيبان عليه؟ طبعا إزاي؟ هو سبب المفصل للحوض سبب القولون القولون ناحي الشمال حلو؟ القولون ماشي في نفس المجرى اللي هو مكان إيدي ده بالزبط حلو؟ المفصل ده لف لجوه تمام؟ وميل لقدام ده سببها عضلة هنا اسمها إليزووس هي شبكة ما بين الفقرات دي ونازلة لفة كده تمام؟ ودخلة ماشي كده تمام العضلة دي لأ شدت فقفلت دي كده ودي عارفة دي تبان مع مين؟ الشخص ده هو وداخل العيادة ما بيبقاش رجله الاثنين ماشي نفس الخطوة في رجل بتنطر الرجل بسرعة والرجل التانية ضعيفة خالص بمعنى أنا وماشي كده رجلي مرة واحدة بتاخد الخطوة سريعة والرجل التانية طبيعية الشخص ده بيبقى مسمع مع مفصل الحوض مع الانحناء اللي موجود كمان في فقرات القطنية والشخص ده دايما بتبقى خطوته زي نظام إن هي بتنتش الرجل كأن العصب بيعمل لوحده كده بالضبط الحركة بتاعتها غير طبيعية زي الناس اللي بنتشوفها في بعض الأماكن بتلاقي إن هو ماشي ماشية سريعة الناحية اليمين بتوسع قوي لقدام والناحية الشمال لا ضعيفة ده عصب الشمال مضغوط عليه وده الرجل اليمين متحرك مفصل الحوض فيها طب وده العلاج بتاعها بيبقى سهل يا دكتور طبعا سهل يعني مش زي الانزلاق الغضروفي ده ما يبقاش ليه علاقة بالانزلاق صح ده بيكون خلال انزلاق الغضروفي ليه علاج لا مش قصدي قصدي إن علاج الانزلاق الغضروفي دايما بنسمع إن هو صعب وحالك سهلت لنا العلاج النهاردة في الحلقة لكن فكرة الناس اللي بتعاني من شوية امساك أو شوية صدع سهل العلاج يا دكتور يعني أسهل من الانزلاق الغضروفي طبعا لو الشخص بدأ يساعد معي في التعليمات اللي هي احنا بسميها الوجب المنزلي وإن هو بدأ يحفظ على نفسه بعد العلاج الموضوع بيخلص في جلسة واحدة أنا كان عندي في النهاية يا دكتور قبل ما لأني وقتنا أنت حياتك تحب توجه لمشاهدي قناة سي تيفي تقول لهم أي حاجة أو تحب تقدم لهم أي حاجة يحاولوا بس يفهموا العمود الفقر زي ما هما ويحفظوا عليها لانه هو بيشيل حمال أسية طيب أي إضافة أنا بشكر حياتك جدا نورتنا وأسعدتنا وأفتتنا الحقيقة زي كل مرة بنكتشف مع حضرتك أسرار كتيرة وجديدة للعمود الفقري كل شكري دكتور فادي فوزي أخصائل علاج الطبيعي لتعديل وتقويم العمود الفقري يا دوي بدون جراح شكرا لك يا دكتور وبنشكر طبعا شوكة اللي دايما بيشرفنا في الحلقات المميزة بتاع الدكتور فادي شكرا لك بجد يا دكتور وشكرا لك يا ميرفت يا رب مشاهدينا تكون حلقتنا أمتعتكم وأفتتكم استنونا يوم الثلاث القادم بلا ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة ومن يجدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة